في إطار العمل الميداني المشترك بين مصالح الدركة الوطنية وقطع التكوين والتعليم المهنيين شاركة المجموعة الأقليمية للدركة والمسيدي بالعباس في حملة الوطنية الإعلامية الأقوة التكسيسية للدخوب المهني 2014-2025 تحت شعاب تكوين مهني تنكيل اقتصادي وحاول كما رقمية وذلك أيام 20-30 سبتمبر و1 أكتب من السنة الجارية بالتنسيق مع مختلف معاهد ومراكز التكوين المهني للولايات والتي نظمت على مستوى النقاط الثابتة والنقاط المراقبة والملافق العامة للولايات الهدف من الحملة هو تلجيه الشباب للتكوين وابتسار خبارات مهنية للموجه إلى عالم الشغلة وكذا تشجيعا عن انخراط وصفوق الدركة الوطنية بالأخير نتكع بالرقم الأخضر 15-55 وموقع الإلكتروني بيو بيجيان الموضوعين في الخدمة 20-24 في إطار الحملة الوطنية الإعلامية والتحسيسية التي تقوم بها قيادة الدرك الوطني لولايات سدي العباس مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي تتزامنت مع أيام الانتقاء والتوجيه لدورة أكتوبر 2024 والتي كان لعناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني سدي بالعباس احتكاك مباشر مع المتربسين والمتحليين لتوضيح نظرة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في حالة عدم النجاح الانتقاء والتوجه للانتحاء بصفوق الدرك الوطني وطني نيوز الواقع من المواقع